طيب. يعني انت ردك انت بتقول لي ان هو لما توقف ده كان بتوقف ليه ياخد نفسه فيه كتابة اعمال جديدة. من ناحية والتغير المجتمع عشان يدرس مجتمعه. لان المجتمع تغير. اه. فكان لازم فترة من دراسة المجتمع. يعيش ويتوغل في المكان على اساس ان هو يفهم اكتر. اه بالزبط. طب بقيت سؤالي بقى. اه. لو هو بما انك انت كنت قريب منه صديق لي. ايه. لو انت كنت يعني كان هو لحد الوقت عايش وعاشر ثورة خمسة وعشرين يناير. ايه. كنت متخيل ان هو ممكن يكون بيفكر فيها ازاي او بشكل ازاي. الوقت انا معلش انا هقول لحضرتك مش عايش. الاستاذ نجيب في خلال اعماله كلها. كان يدعونا الى الصورة. نعم. ونجيب محفوظ احد اباء صورة خمسة وعشرين يناير. صح ايه. ان ما كانش يعني اهمهم واعظمهم. مم. فهو كان يدعونا الى الصورة بشكل كبير جدا. الصورة بمعنى ايه? بمعنى انه انه القهر والظلم والطغيان والاستبداد والفساد. وكل ما كان يعيش فيه المجتمع المصري طوال تلاتين سنة او طوال ستين سنة. كان الاساس نجيب بيهاجمه. وكان الاساس نجيب بيدعونا الى ان نبقى مجتمع حضاري. متقدم. نؤمن بقيم الديمقراطية. ونطبقها. وهذا هو ما حدر صورة خمسة وعشرين يناير. وقلت ان الهتافات بتاعتنا في الصورة كانت حرية. عدالة اجتماعية. كرامة انسانية. نعم. الاهداف دي. هذه اهداف كان يقدمها نجيب محفوظ في كل اعماله. في كل اعماله. سواء الاعمال الابداعية او حتى مقالاته المباشرة. فهو كان يدعونا الى ان نصبح مجتمعا ديمقراطيا حقيقيا. نعم. يحترم حقوق الانسان ويسعد في الانسان وحتى تنهض بنا مصر. اه وتصل لمكانتها التي طليق بها. دكتور تعيش وتفتكر. وآآ ونفضل كده فاكرين الاديب العالمي نجيب محفوظ. وآآ واعماله طبعا هي قردي موجودة وبنشوفها وبنقراها. هتفضل معنا طول العمر. دكتور زاكي سالم شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. وآآ زي ما انا قلت تعيش وتفتكر. شكل جدا. شكل جدا. شكل جدا. عضراتكو آآ زي ما احنا عارفين آآ مشاكل الانبيب. نرجع بقى للواقع شوية ونكلم عن مشكلة الانبيب. والتنان بوبة طلعت ووصلت لخمسين جنيه ومشاكل وناس بتموت قدام طوابير الانبيب. عندنا تقرير خاص بانبيب الوتجاز. حنروح لشوف التقرير ونرجع تاني نكمل يومنا ونهاركو دايما سعيد.